تتواصل فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتح السيسي يهدف المؤتمر إلى تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية تتواصل فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية من العاصمة الإدارية الجديدة حيث يتضمن المؤتمر عقد أكثر من 130 جلسة حوارية حول مجالات الصحة والسكان والتنمية البشرية يحضر بها ما يزيد عن 800 من الخبراء والمتخصصين العالميين والمحليين يسعد الحكومة الأمريكية أن تتوجد هنا اليوم وأن تتعاون مع الحكومة المصرية ومع الشعب المصري في مجالات التنمية البشرية كما أن جهود الوكالة الأمريكية موجهة للتنمية البشرية في مجالات التعليم والتنمية الاقتصادية ودعم المرأة هذا المؤتمر يهدف إلى توحيد الجهود الدولية مع جهود الحكومة المصرية لتعزيز التنمية البشرية ودفعها إلى الأمام سواء عن طريق الاستثمار في مجالات الصحة أو التعليم أو مختلف المجالات الأخرى المؤتمر مهم جدا جدا لسه كنا بنتكلم على أن القيادة السياسية اهتمام فخمة الرئيس بأن يفتتح هذا المؤتمر واهتمام السيد نائب وزير الصحة معالي وزير الصحة بهذا المؤتمر معناه أن مصر على الطريق السليم لأن التنمية البشرية تجربة التي تعلمناها من كل دول العالم التي عملت قفزة نوعية في اقتصادها كانت بالاستثمار في البشر وفي التنمية البشرية يهدف المؤتمر إلى تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية وتحديد الروابط القابلة للتنفيذ وكذلك تعزيز التعاون لمواجهة تحديات السكان والصحة وتوسع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في مجالات التنمية البشرية في النسخة الثانية من هذا المؤتمر تولي الأمم المتحدة تقديرا بيليغا تجاه أهمية التنمية البشرية ويتعاون فريق الأمم المتحدة مع الحكومة المصرية بتنمية هذه المجالات في مصر وتؤمن الأمم المتحدة أنه حينما تكون مجالات الصحة والتنمية البشرية على أس أبلويات الحكومة فإن المجتمع سيشهد ازدهارا في كافة المجالات أنا النهاردة شرفت بأنني كنت متحدث في جلسة عن السياحة العلاجية تناولنا فيها كل الآليات الخاصة بتجهيز هذا المنتج وتنميته بحيث أنه نضيف لمنتجات السياحية المصر تقدر تترود لها عالميا وفي نسخة الثانية يشهد المؤتمر تحولا نوعيا حيث تم توسيع نطاقه ليشمل محور التنمية البشرية مما يعكس الاعتراف بأمية التنمية البشرية كراكزة أساسية لتحقيق صحة أفضل وسكان أكثر ازدهارا أحمد الحسيني التلفزيون المصري